بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم رب يشرح لي صدري ويسر لي أمري ويحلل عفضة من لساني يفقه وقولي ان شاء الله نتكلم متكتر عن المايكرو اريني ولكن بس هنتكلم عن اياه كده في سورة في اول سورة الحاج يقول الله جل وعلا يا ايها الناس اتقوا ربكم اي يا ايها الناس احذروا عقاب الله بامتثال اوامر واجتنى بنوهيه اتقوا ربكم التقوى ان تجعل بينك وبين عذاب الله ومحارم الله وقايا تجعل بينك وبين عذاب الله وبين محارم الله تعالى وقايا كده بامتثال اوامر الله جل وعلا واجتنى بنوهيه يا ايها الناس امتثلوا الله واجتنى بنوهيه يا رب ان زلزلة الساعة شيء عظيم اللي هيحدث يوم اليام يا جماعة شيء عظيم هذا اليوم العظيم يوم ترونها تذهل كل مردعة عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارة وما هم بسكارة ولكن عذاب الله جديد عذاب الله جديد يا واعف اليوم ده يوم صعب يوم الحاقة يوم القارعة يوم الطامة يوم الصاخة يوم يفر البرء من اخيه وامه وابيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يوم ايد شأن يغنيه لما السيدة عايشة قالت يا رسول الله كل الناس تقف كما ولدتهم اماتهم فقالوا يا رسول الله الرجال ينظر للنساء فانا بس اصلا الله يا عايشة للموقف اعظم من هذا محدش فاق لحد كل بقول نفسي نفسي كل واقف بقى خمسين الف سنة الشمس دانية منك وشيء عظيم انت هتعمل ايه داخل يا جنة يا نار يا جنة عرضوها السماوات والارض خالدين فيها ابدا يا نار خالدين فيها ابدا ناس الله الله فايا رب جعلنا من اهل الجنة يا رب اليوم ده يوم تبلى السراء ارتبان بقى كل حاجة ليه بقول الكلام ده لا ده انا كنت بسلي بقى نفسي كنت زعلان من شئ دنياوي وبعد كده اكتشفت ان الامور مش بستهلق يا جماعة كل نفس ذائقة الموت كلنا نموت وانما توفون اجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وادخيل الجنة فقد فاس وما الحياة الدنيا الا متاع الغروح اللي يدخل الجنة اللي يجي عند ربنا سبحان الله ويجي في هذا اليوم العظيم اللي زلزلت الساعة شيئا عظيم اللي يجي في يوم القيامة ده موازينه عالية اللي يجي من اهل اليمين خلاص فقط فاس مش هتفرق معه بقى مش هتفرق معه حصل له مشكلة ما صقت ما صقتش خلاص وفي العكس اللي هيجي اللي هيجي موازينه خفيفة واللي هيجي من اهل الشمال بس الله العفا عافية يا رب ما تجعلناش منه يا رب يا رب ما تجعلناش منه يا رب اللي هيجي من دول والله ما كسب شيء ذلك هو الخسران المبين خسر خسرانا عظيم يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلت الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مردعة عامة أربعة وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارة وما هم بسكارة ولكن عذاب الله شديد ومن الناس من يجادل في الله بغير علم وبعد ده كله يا جماعة يجي ناس تجادل في الله جل وعلا تقول إن ربنا سبحانه وتعالى ثالث سلسة إن ربنا إن المسيح عيسى بن مريم هو الله كل ده يمارف الله بغير علم غير علم لا إله إلا الله وعنده ولا شركة الله الله جل على هو الواحد والأحد الفرض الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفا أحد كله الله وعند الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفا أحد ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد نصلى الله فالحافظ يا ربك عنا من أهل التحييي بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارا وما هم بسكارا ولكن عذاب الله شديد ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد هنتكلم عن المايكرو ار ان ايه المايكرو ار ان ايه ده كاترة ده جزء من ال ار ان ايه اللي موجود داخل الخلية تعال نشوف كده ايه اللي بيحصل ويطلع منين وبيجي منين كده احنا حال يا دول عدت هندخل فين هندخل جوا حين دول عدت فصيتو بلازم هندخل جوا جواه prominوا هندخل جواه هندخل جواه caliber هندخل الجواه اول ما هندخل جواه النواه هندخل جواه هندخل جواه هم نہي ذا هيجي في نزيم اسمه пلوميريستو هح ارتفل المنزيم ده المنزيم ده المده كانت اصلا بيصنع ايهالي kehoureätter الكلاعي عicano لا لأ هنا هصنع الرن بالفرس بردوك تو بردوك نفس الرن بالفرس اللي سنع الرن هيصنع حاجه اسمها مايكرورنية بس المرة بقى يصنع المايكرورنة من هيصنع المايكرورنة من النون كودنج اي ريه اللي هي الحتة اللي ما بيت حصل لهاش ترانسلشن بعد كده يعني هتعمل هيتها تتنسخ تطلع lớنorman يروح يترجم للبروتين ولانه я catalog TrERT منهم يعمل نسخ من dene نسخين بها اول مفيد بيطلع بعملي كدا شكل ده كده بيسموه حاجه اسمها برايماري مايكرو ارنية او ساعات شيروا بقى بيكولو براي بري مايكرو ارنية بيبقى كذا نيكروتينات كده معينة بيبقى لسه برايماري مش هو ده اللي يشتغل بيحصل ايه بيجيلو بروتينات حاجه اسمها دي جي سي ار تمانية والدروشة دول دول بروتينات موجودة داخل النيوكلاس دي بيشتغل كإجزو نيوكليز تشير حتة او من المايكرو ارنية بره منع الطرف إجزو نيوكليز نيوكليز يعني زي المقص كده بتقطع وايكزو يعني من خارج فتشيل حتة فتحول من بري مايكرو ارنية اختصالة بي ارنية اتحول الى بري مايكروتيني خلاص اصبح كده دلوقتي اتشال منه حتة شوية نيوكليزي دات اصبح دلوقتي جاهز انه هو يطلع برا هطلع ببروتين اسمه او ترانسبورتر اسمه ياخده ياخده من نيوكلاس يطلعها في السيتوبلاز او اول ما يطلعه في السيتوبلاز يجي له حد تاني بروتين تاني اسمه الدايسر. ايه الدايسر ده بقى ده برضو اجزو نيوكلاس برضو كشير حتة كمان منه او جيه هوت شال منه حتة هوت وايه عمل برضو اجزو نيوكلاس زي ايه زي الدروشة او الدي جي سي ار تماني اللي كان جوه فهو ده بالزبط دول ايجزو نيكليز وده ايجزو نيكليز بس فين في السايتوبلات اول ما يعمله كده يوم يتحول الى دوبليكس دي انا دي انا دوبليكس كده اتنين على بعض كده بس ايه وتشال منه حتة برضه في الحالة دية تيجيله بقى بروتين اسمه اي جي او بروتين ده اسمه اي جي او تو وفيه منه واحد واثنين وداته اربعة دول مع مع المايكرو ار انا اي يبقى المايكرو ار انا اي و البروتين ده وما كمان مع مايكرو ار انا او دايسر يبقى دايسر و مايكرو ار انا او الراجح و يوم رايح يقوم موقفه ده اسم ده بقى ده الرن ايه اللي جاي من الدي ايه اللي راح يتنزخ في الريبوسوم لبروتين. يموا رايح له بقى كده وعمله كومبلمينتري معا كده ويقوم كسر الرن ايه. فوقفه كده كسر الرن ايه. وفي حاجة تاني غير النواب ممكن يكسر الرن ايه كمان ممكن يعمل ايه كمان يروح يخلي الابوس اهو ده اهو قاطف مسينجر رن ايه يقطع المسينجر رن ايه. ممكن يقطع بقى من عند البولي ايتيل من عند الكاب من عند مش عارف مين مهم ايه يوم عامل ايه ايه لذلك ساعة يقولوا علي ايه ايه بوست ترانسكريبشنالي سايلسينج بيعمل سايلس للامرن ايه بعد ما يحصل له ايه ترانسكريبشن. طب ممكن يعمل يوقف الترانسكريبشن اه يخلي الابوس ايه تمام ايه ويروح عند الريبوسوم عشان يتنزخ لبروتين يوم يوقف عملية الترانسكريبشن. يبقى هو بيوقف بعد الترانسكريبشن الادرب الامرن ايه اللي حصل له ترانسكريبشن او يوقف عملية الترانسكريبشن. يبقى كده انا عملت ايه وقفت الجين عملت جين سايلسين وقفت عمل الجين وبالتالي البروتين مش هيطلع وبالتالي وقفت الايه البروتين. بس كده بدلا انا عاوزك تعرف عن المايكرو رن ايه. تعالوا نتكلم عن بعض الصور من ضمن لوجه blew it hit يعمل براي置 مايكرو ارني ويشيلوا منه الحته تحت فكهو هشف شيله منه الحته لتحت فلت بقى شف شلوا منه الحته بقى اصبح بري مايكرو ارني دوبلكس دوبلكس يعني 2 مايكرو ارني بعد كده يحصل له انواين دين وبعدين يجيله ايه? يجيله مع الديسر ده والانويننج بروتين ده ومعه حاجة اسماء اي جو بروتين يعمله حاجة اسماء الرزك ده يعمله ايه? هو ده اللي هيعمل اسمها ايه ده? ايه? اهو اول ما يجي مايكرو ايه ده يعمل ايه? يعمل باينددر وامرنة ويعمل له سايلسنج يوقفه يعني اللي يخليه صامت عن طريقه يقطعه الحتتين ممكن ممكن يضرب البولي ايه تيل ممكن يضرب الكاب في ناس قليل كده في كتب قد كده ممكن يوقف يعني يوقف يعني يوقف مش 방송 لكن يوقف يعني يوقف يوقف الامرنة يقطعه الحتتين يدرب البولي ايه تيل بتاعه يدرب الكاب بتاعه يقصره يعمل اي حاجة في يوقف بالかな 7 بردو بكزا ميكانيزم يعني مش هازم اللي هل esos su m자�ol�나 الاوه ده نفس الكلام ههو طليم يحول الارڤ بينس 2002 يعني يعني او ده نفس الكلام اوتي بيعني بيحول بيعني بيينسخ ثم ييجي الدروشة يعمل ايه يتحوله الى بري مايكرو ارينيه يطلع بالاكسوبرتين فايف يجي نزيم اسمه يعمل برضو يخليه ماتيور الوضع و بعد كده يحصل يبقى واحد مع دايسر مع يعمل الحاجة اسمها الرزك الرزك يقف في الى يوقف الى حول رزك كان تقوت ايه ي القبف في الى حول مايكرو اور ان اسمها يدت ان يتحول الحصان له. والمنظر ده كله يعمل وقف الهو. ده ده الاماريني راح عند الربسون عشان يترجم يوم يوقف الهو ممكن يعمل كمان يوقف الترانسيليش. تمام كده ادى نفس الكلام هوات اتنازخ لبري مايكرو ارن ايد روشا يتحول بري اكسبورتين فايف بري مايكرو ارن ايد اومليكس يبقى الاخر ماتيور ارن ايه نفس الكلام. هنا بيقولك ان اهو ادى ان ايه هوات ادى ان ايه دي ثم مايكروارني. هيتطلع مايكروارنيا من ال Abe او عمل بري مايكرو رن ن ايه بحاجة اسمها دروشة والديجي ار سي دول اكسن كلوزة هم قطعيني الحتة اللي تحت دي تحاول بري مايكرو رن بري مايكرو رن ن ايه بميكرو رن ن ايه بطلع برة ويجيلو حاجة اسمها الدايسر الدايسر يمشل كمان حتة اللي فوق دي شارحة في فوق هادوبليكس انه يجيلو بروتينات اسمها اي جي او واحد لغاية اربعة من واحد الاربع البروتينات ديت مع الديسر مع الميكرو ار ان ايه يعملوا حاجة اسمها الريسك الريسك يعمل ماتيور مايكرو ار ان ايه يبقى جاهز لانه يعمل ايه يوقف ترانسكريبشن ويه الترانسكريبشن الراسبة دي بقى مهمة جدا بيقولك يا شباب ادا هوة الانترون يعني حتة المشنان كوديم في الجين بتاع الدي ايه بتتحاول الى مراي ميكرو ار ان ايه وبراي يتحاول الى بري بريب الاكسو بروتين فايف يطلع عصاية بلازن المرن ايه يتحقق وزي ما انتوا عارفين بقى بالديسر ثم مش عارف الريسك ثم في الاخر عمل ايه كسر المرن ايه تعالا بقى شوفوا لو في حصل ميوتشن بص دكت قالك ايه قالك احنا عندنا قبل كده لو في دي ايه دامج ايه اللي بيحصل دي ايه دامج ايه دامج لما بيحصل كان يطلع البي ففتسري ده يعمل حاكتين اما بيعمل فرملة للسيل سايكل وبالتالي ساعد ان يحصل دي ايه با بيوقف السيل سايكل ويعمل دي ايه دامج دامج او اي قوم بيقوم يدخل خلال ابو تسوي اطح اذا اما اعمل لها الريبير يا اما يموت ان يطلعش خلية فيه تامج طب تعال لبص هناك ايه اللي هيحصل له ميكانيزمي تاني تا هو. لو في دي اي ني دا متش يوم طالع البي في فت سيري. البي في فت سيري دا يوم طالع حاجه اسمها الدروشا ودي جي ار سي تامانية والحاجهات الى هكاب بتعمل كليفججل مايكرو ارني و يوم حاول ميكرو ارني و يوم تكمل و كمل و كمل قبر خاص ماتيور ارني مايكرو ارني الماتيور مايكرو ارني دا يعمل ايه؟ يوم يوقف الجين مسلاً وليكن اللي هو مسؤول عن إيه الجين راح تقفت البروتينات والسيل سايكل والكلام ده فوقف القانسر عن طريق المايكرو ارني. احنا كنا قبل كده قولنا عن طريق النوع بيعمل هنا كمان عن طريق النوع بيعمل المايكرو ارني اللي هو يساعد الدروشة عن طريق الفاكتور ديت لما الفاكتور ديت يساعد دايوم يقصر يحول البري مايكرو ارني لبري كورسو مايكرو ارني وبالتالي يتطلع بره في يجي لها الدايسر يكسرها ويجي عليهم الريسك يحصل صيلس مايكرو ارني وصيلس اللي ايه لجين المسؤول عن والترانسكريبشن فيوم يوقف الحاجات دي فيوم يوقف الكانسر شو تعاله لو في بي فتسرين بس ما حصلو ميوتاشر فمش هيحصل الكلام ده مش هيطلع الكلام ده مش هيطلع الايكرو ارني بش هيوقف الكنسر ولا يوقف فكده اصبح داخل في جير يعني انا كان عندي كانسر كانسر ده كان هيحدث محداث بسبب الايكرو ارني هو اللي طلع وقف الكلام ده فاحنا وقفنا القانسر بالكلام ده. ده مسلا و هنتكلم عن بعض الحاجات تاني حالا ان شاء الله. تعالوا نتكلم شوية من كتاب هاربارز هاربارز اه اسما ايه دي اه نسخة الفين تلاتة وعشرين. هنقول كلمتين عن المايكرو ار اني. بيقول ايه هاربانز في المايكرو ار اني. نفس الكلام اللي قولناه قبل كده المايكرو ار اني ده بيترمزله بالم اي ار اني. اه هو ده جماعة بيكلم عن المايكرو ار اني بقول لك اقول ار اني بمريز عمل الناس اخلجين الى نفس الكلام اللي قولناه قبل كده براي بري مايكرو ار اني ثم بالدروش او الدي جي ار سي تمانية بري يطلع بريك سوبرتين بايف بري مايكرو ار اني جيب الدي سر يشيل حتة يعمل بروسوسين جيب الاي جي ايه بروتين من واحد الاربعة يوم عامله الكلام ده كله وايه وقف الام ار اني يعمل ار اني ار اني س الهيربين اللوب اللي هي الحتة دي. وبعد كده يتحول الى اه بري مايكرو الاني. في البي مايكرو الاني يطلع ببروتين اسمه او اكس بروتين فايف. الاكس بروتين فايف ده يطلعه برا في السيتو بلاسم. في السيتو بلاسم يجيله حاجة اسمها دايسر نيوكليز. ده برضو ببروتين. وحاجة اسمها تي ار بي بي كومبليكس. يوم يقصره ويتخلي الديني بقى واحد وعشرين وعشرين نيوكليتين. ٢٢ نيوكليوتين ده طلعه اول ما يطلع يوم جاي ماسك تاني في اله يحصل ويبقى واحد بس مع دايسر مع مايكرو الاني يعمل حاجة اسمها الريسك. الريسك دي ار ا ايني دوسنج سايلانس ان كومبليكس مع انه مسك في الار جي او بروتين اسمها اسمها الارجونيت بروتين. حلو يوم يعمل اه مايكرو الانيي يو حوالي ٢١٢ نيوكليوتين ده. طيب دول بعد كده يعملوا ايه المايكرو الاني دول يعملو تلات حاجة. ها اول حاجه بيعمل امرأني او يدرب ايه يقصر يدقى يبقى هكان ما يقصر ايه يقصر ايه. هيعمل نعمل ها شوف هيدرب أنا كنا قلنا يا شباب ان في حاجة لما منيجي نعمل الانيشيشان للر Langoukci جدعم تحصل الانيشيشان فاكتور ربعة او إيوкоوريتي Having lei شركة جهي sansif bastion او درب الانيشيشان فاكتور ربعة او جاء وصف langoukci منع الانيشيشان فاكتور ربعة اللي هو اسمه غير ب thinkers عشان يحصلوا ترانسليشن. احنا كنا قلنا الكلام ده في ترانسليشن انا باشوفوا الفيديو بتاعه برضو. فدلوقتي يوقف الايه ووقف المرين كسرهم نفسه وقط نفسه وعمل وكسر بولي اي تين. وضرب بدايات الانشيشن كمان فوقف الانشيشن ووقف الانشيشن بتاع الترانسليشن ووقف الكسر المرين وعمل ايه كل ده بيعمله معنى الكلام يعني انه يعمل بوسط ترانسكريبشنال سايلسيك للامرنة وبالتاني ما يتكونش البروتين طب الكلام ده يا شباب انا استفاد منه بايه بقى؟ اه بيقول لك مايكرو ار ان ايه ار كي بلاير ان كارسينوجينيز ان تيومر ميتاستاسين بدخل بقى ايه الابليكيشن بتاع المايكرو ارنة؟ انا قلت لك من ضمنها الابليكيشن اللي فاتت ديت تقول لك لو فيه ميوتاشن بيطلع الابليكري يوم ينشط المايكرو ارنة يوقف الابليكيشن اللي بتعمل ترانسكريبشن وترانسلين بيوقف الدنيا فليوم مايحصلش كنسر يوم الخلايا مايحصلهاش ميوتاش ويحصلهاش كنسر وقف الدنيا يعني عاوز يعني عاوز إحنا كنت اقول الابليكيشن بيوقف ال statoيومر او الجينوم او الجارديان او الجانوم يعني هو البوس بتاع الجينوم ده بيعمل ايه بيوقف التيومر بيوقف التيومر عن طريق ايه عن طريق حاجات كتير وكنا شرحناها بالتفصيل بقولنا ايه انه خلاصتها يعني انه حاجة من اتنين يوقف السيل سايكل وبالتالي يعمل ريبير يأما مش هيقدر يعمل ريبير يوم يدخل خلاف ايه في ابو التوزز ممكن بدل ما يدخل خلاف ايه في ابو التوزز يطلع على ال مايكرو ارن انه يوقف الدنيا مثلا يعن حل فده من ضمن الحاجة طب تعال بقى نشوف العلماء استخدموا المايكرو ارن ايه لانه الايام دي اصبح يعني زي حاجة كبيرة كده كده البحث بدأت تشتغل فيه جامل تعال بقولك ان المايكرو ارن ايه دوسكافرد سنة الف وتشماتة وسائل عن من النان بروتين كودينج اري هو يعني بيتنسخ من الجين بالرن بروتينج اري هو بس النان بروتينج اري حوالي اتنين وعشرين نيوكليوتايد ده دلوقتي دخل في حاجة اسمها الريجوليشن وفي جن اكسيبريشن انه عن طريق انه يقلل الترانسيليشن وفي سبيسيبك ارن ايامسي يجي عند الامرن يعمل له سايلسنج يوقفه ويقطعه او يقفل استابيليتي بتاعه ويقطعه وما يخلوش يحصل له ايه ترانسيليشن تعال بقى نشوف كده بقولك ايه في خلاقة الكنسر بقى يحصل لغبطة في الموضوع ده ايه اللي بيحصل بقى يعني ايه يعني ايه يعني ايه لقوا ان بعض المايكرو ارن ايه يجي في خلاقة الكنسر ودينا تطلغبط تطلغبط ازاي لما يقول ان ايه ده المفروض يطلع يحصل له ايه يتنزغ بالان ان يبليمريز ويطلع البريبراي ويطلع اكسرتين فايف يبشعف ايه ويقف الاخر المطير ايه يوقف الجين ده يوقف الجين بتاع الايه مفروض يعني مثلا الانكوجين يوقف الجين الانكوجين يعني في جين كده بيخلش الخالة تتكسر وتعمل بدون داعي يوقفه فيقفه قده اسمه تيومر سابروسورجين كأنه كانه هو تيومر سابروسورجين نفسه وقف الحاجه اللي بتخلي تشتغل من غير فايده وقفه فوقف الربليكيشن لابنورمال الربليكيشن اذا وقفت الابنورمال ريبليكيشن طبقت ايه يبقى هوا قالك ان ذلك فعلا لان فيه ان ايه دول اتغلوا كتيومر سابريسور يعني ايه تيومر سابريسور يعني لو فيه كانسر وفيه بروتين هيطلع بروتينات هتطلع تعمل ابنورمال سيبريفريشن وكذا بيطلع يوقف يعمل لها سيلسينج طيب والعكس صحيح بردوك لابعض الماكرو عارب ان ايه يبيروح يوقف تيومر سابريسور بروتين وجينز فيخلي مفيش البروتينات والتيومر اللي بتوقف الكنسر مش موجودة بتوقفها بيعبل لها سيلسينج وبالتالي يحصل ؟ طيب البروتينات دي بتعمل ايه، البروتينات ده يا دكتور محمد بتوقف بتعمل تيومر سابريسور ما الذي بي stattذر مع المques اوقفة لعكس تلك الماكرو عارب rethink program وابنφ صحيح أفضل ماذا؟ طب دقم راح موقف الحاجات راح وقف ريتن وبلسطوم راح وقف ريتن وبلسطومة الخلاق اللي هو الخلاق السيكل هتمشي على طول بدون داعي يوم يحصل ايه ابنورمال بروفيشن يحصل قنصر لقوا بعض المايكرواريني كده بتوقف بتعمل سايلسنج اللي ايه البروتينات اللي بتوقف تيومار سابروسو فبدأت تعمل هيدخل الخلاق تمشي على طول فسموها ايه الخلاقemic يتمر في العكس الاقم من مايكرواريني طب العكس لو في مايكرواريني بتطلح وتوقف الجينات اللي بتعمل أنكوجئي ايه بروتين مثلا لل صيكل ايه حدوم يوقف يقف يسأل مرني تعتاد ده مسؤول عن السيح engage موضوع من الكنسر بس يسمونه تيومر سابريسور مايكرو ارن ايه سام مايكرو ارن ايه ساموها انكوجين ايه بتسوي انكوجينيك بطلع مايكرو ارن ايه ديه توقف حاجات مثلا تيومر ستوقف ريتنو بلستومي يوم الخلايا تحصل لها موضوع من الكنسر ولقوها بتطلع في الخلايا اللي فيها كانسر لقوها موجودة ايه ده طلع وقف عمل سايلسنج اللي اسمها الريترو بلستومة اللي هو تيومر سابريسور جين وقف الحاجات اللي بتوقف في التيومر فحصل تيومر مو ممكن في الاثرهاند بدلاقوا بعض المايكرو ارن ايه لا اده طلع في التيومر سابريسور تيومر سابريسور تيومر سابريسور بتروح عن الجينات والي يكون الساكر اللي بيعمل اللي بيعمل الريبليكيشن بدلاق ايه توقفها فما حصلش ابنور ماسيبو فيشن فما حصلش انسر فلاقو اهو على الزهر تطلع توقف الكانسر. استغربوا بقى اهو اكزامبل. اهو بعض الكانسر توقف الكانسر. يعني ما نعرفش برضو كده بس ممكن يكون ده بداعة ده راح وقف مثلا . اني راح يوقف تيومر سبريصورجين. راح يوقف راح وقف اي بروتينات من التيومر سبريصورجين اللي احنا حكين عنهم جينات كتير. عمل لها. فوقف تيومر سبريصورجين فحصل. فلاقوا المايكرو اني مونا موجود كده موجود في الامراض دى في الكنسر دى. المايكرو اني مية وخمسة خفزيه اللي هو موجود في اللكانسر والليفومة وهكزا. حلو. ايه بقى? ده اسمه ايه يعني مكرواني 17.92 ده 11.1 شن ده ده اسمه لابقى موجود في القانسر لانجو بريست وكلون قانسر والمايكرواني واحد وشن ده لو موجود في في الانجو والبريست ينصر والمايكرواني 155 ده لو في اللانجو كانسر والليفومة تعالى بقى في تويمر سابريست ومايكرواني يعني لو مايكرواني ايه موجودة في منحة الثيومر زي المايكرو ارنين اربعة وثلاثين لو بيقل في حالات الكنسر والمايكرو ارنين خمستاشر وستاشر برضو لو بيقل في حالات او سي ال ال كرونيو كليفوسيتي كليوكيميا فكل ده ممكن يدل ان دول اسمهم الثيومر سابريسور مايكرو ارنين ايه ايه اللي انا عاوز استفاد منه من الكلام ده ده كاتراف؟ ان المايكرو ارنين ايه اصبح دلوقتي يستخدم في ايه؟ كمركر للكنسر او مش الكنسر انا جيت في عندي بريست كانسر طب اس لي كده عم بريست كانسر او اس لي كده ان يحدث절 ده عالي عبا ده الممكن مايكرو ارنين ايه لي واحد شين ده يكون داخل اصلا في انو عمل الكنسر ده عمل الكنسر ازاي عم؟ مثلا راح عمل سايلاسنجيو سابريسورجين مثلا راح عمل واقف مر ان ايه اللي بروتيناتك هتتوقف كانسر مثلا يعني ايه؟ طيب تعالي عم كده في ايه. ايه 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 ايه. ايه شو بالمايكرو الانوني ال16 ده ألغ يأولي. اوبا ده ممكن الماكرو الانوني ال16 ده كان كان بيعمل ايه؟ كان بيطلع جامد جامد عشان يوقف الكانسر فلما قال حصل الكانسر وهكذا. فممكن بدأوا دلوقتي بنبئي الابحاث يعرفوا ان يلاقوا ان بعض الامراض ده بقى ماركرز بقى. ماكرو الانوني موجود في حالات كازا. الماكولولين واحد وعشرين ده موجود في حالات الانج وبريست. الماكولولين مية خمسة خمسين بيزداد في الانج كنسر والليمفومة. فبدأ ماركرز بقى. انت عندك انا شاكك في ان في كنسر في الليمفومة. شاكك لسه ما فيش حاجات تشخص. طب ما تنسلك ده الماكولولين مية خمسة خمسين ده عالق. اوبا ده انت ممكن تكون الليمفومة. مسلا يعني طيب هل بدأ بنستخدمه في التشخيص بس? لا ده كمان قال لك ممكن نستخدمه في العلاج. تعرف تقول لي ازاي نستخدمه في العلاج بقى دكتور محمد. تعال الاول نقول كده الاول زي اه بدأ يكتر. يدخل في في الحق اللي يدخل في ايه بقى موجود على الارض الواقع. ماكروانياربينج استجاز بايو ماركر فور كانسر دياجنوزي. وبروجنوزيز وكلاسيفيكيشن كمان. يعني ايه? يعني انا دلوقتي الماكرواني ده موجود ده ممكن يكون القانسر. ده كمان في حاجة قال لك الماكرواني ده لو موجود بكاترة ده ممكن تعمل سيلسينج للكنسر فالبروجنوزيز حلو. لا لو مش موجود لو قليل ماكروانياربينج 16 مسلا قليل في سيل اه ده مفيش حاجة تحمي مسلا ده بتلاقي ايه كذا. اكيد يعني الاونكوجينيك الاونكوجينيك مايكرو ار اني ايه? لو ات وجدت يبقى بقت بوروجنوزيز. والتيومير سابريسو مايكرواني لو توجدت يبقى you're a protein cell والعكس صحيح. الماكرواني ان ده بيوقف الجينات بتاعة الاونكوجين ولا بيوقف التيومير سابريسو جينى؟ لا دكتور بتوقف الجينات اللي بتعمل الاونكوجين يبقى ده موحل ده يقلل القانسر. يبقى ده لو يقيته يبقى جود وهكذا. ايه يبقى اول حاجة كبايو ماركر زي ما قلنا وبروكنوز كمان ده بدأوا يقولك ان الماكران ده موجود في النوع طب اللي مش عارف ايه سي ام ايل اللي هي اتحولت لأكيوت ممكن تلاقي مش عارف ماركر ماكرار انه معين. بدأت الحاجات دي تدخل على في اللحفتاعة جدا وبدأ الابحاث كتير جدا وبدأنا نشوف بقى ايه اللن ندخل اللي دخل ماكرر انه بحالة لاميكرة ايه مش عارف عكم كان في حالات كزا. الاحق الماكرار انه ده بيعمل boom ايه بيعمل اه لو لقيته في حالات بطلق بقى يبقى ايه بقى ده يبقى بتبقى روج نوز وده يبقى روج نوز وانت فاهم ايه بقى الدنيا ماشية ايه ايه الدنيا مشية ان انا الدنيا اаков اه انا ده بقى عشغال اهه? او استح snaps? اه اه لو اه ان اه ده بيعمل بيجون روتينات بتعمل او بتكون الطيومر ولا بكون بروتين مثلا زي سايكين هيعمل بروفليشن وكذا ولا بكون بروتين زي ha يوقف والبيبتسل هيوقف الجين تاع. فأن هوقف ايه? هوقف ايه هوقف حاجه بتوقف? هوقف حاجه بتوقف? يبقى هيحصل طيومر. اوقفت اللي بيوقف الطيومر. طب هوقف حاجه اقب بتعمل طيومر يبقى مش هيحصل التيومر. وبالتالي دة بقى ماركرس و Alternativa واقف الحاجات اللي بتعمل التيومر يبقى كده ثما هوقف الحاجات اللي بتوقف التيومر ايبقى كده يحصل طيومر وهكزه يبقى كده ايبقى الحتة دا يستخدم زبايوماركر هل كده بس لا ده ممكن يستخدم في comigo? طعف تفكر فيها بقى ازاي بيستخدم في التريتمينت. تعال نشوف الكلام ده. بنستخدمه ازاي بقى في العلاق اهو بقولك ايه. اهو بقولك ايه. از هول ده از برومان ثيرابي. بتستخدم في الثيرابي. تتصور كده نستخدمه في الثيرابي ازاي. انا اقولك انا بدماغي من غير باشوف الكلام ده. بدماغي هجيب مايكرو ار ايه يضرب الامة الان اللي بتعمل قنص. يبقى انا هضرب الجينات اللي بتعمل قنص. هضرب الامة ار ايه اللي بيعمل قنص. هكون انا بقى مش انا عندي مش في جسمي في حاجة اسمها تيومر سابريسور مايكرو ار ايه. انا هكون من عندي في اللي اعمل حاجة اسمها تيومر سابريسور مايكرو ار ايه. يعني مايكرو ار ايه بيروح يوقف البروتينات اللي بتعمل اه 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 جرس فاكتور مسلا. اللي بتعمل سايكيلين. اللي بتعمل جاك تو مسلا. اللي بتعمل مش عارف ايه. كل البروتينات اللي ممكن تتنسخ وتعمل ام ار ايه وتشارك في عملية الابنورمل سيلبر ريفليشن ودي كنا قلناها بالظبط اللي هما الانكوجينيك بروتين او الانكوجينز دول كله ممكن نضرب الامة الرن بتاعها بالمايكرو رنة اجيب مايكرو رنة اسممه خصيصي مناسب للامة الرنة ده يجي يعمل رنة رنة انطلق اكشن معا الامة الرنة هو انا جعمل مايكرو رنة هيمسك معا الامة الرنة اللي هو بيطلع البروتين الانكوجيني يعمل له سايلسينجي ما انا كده وقفت الانكوجين وقفت الجين اللي بيعمل قانسر اهو تعالا نشوف كده هعمل انا هعمل حاجة تروح تنشط المايكرو رنة اللي هو تيومر سابريسون طب ايه تاني وتوقف ان تنسيس او جلو ار امبرتو كون تراز اكشن في اونكوجين مايكرو رنة يعني هو هنا بيقول ايه بقى ان انا هعمل مايكرو رنة اتنشط وتوقف الاونكوجين مايكرو رنة او انا ممكن اعمل انا مش فاهم ايه بردو بس انا ممكن اعمل مايكرو رنة انا شبه شبه التومر سابريسون مايكرو رنة ويدخل يضرب ايه مش انا بقى فاهم الحاجات دي مش بيعرف عمل الحاجات دي ايه ايه عرفوا فبمكن يعمله كلام من ده لكن هو هنا بيقول لك ايه ان انا هعمل ان ايه بقى الونكوجين مايكرو رنة يعمل مايكرو رنة يعمل مايكرو رنة كدة الاونكول نوكوليطايت ديه هتزود خليها في اللا تحت كدة هتوقف هتوقف الونكوجيمي مائكرو رنة طبعا انا ازاي بعمل مايكرو رنة يسهلا خالص لو هم جايب الخلية وكسرها و وهم عمل رنة وعمل راب AB smooth as needed احاول دي من ايه? ثم بعد كده ايه? انا كده جبت الار انا كله. اهم جايب برايمل لمايكرو ار انا اللي انا عاوز اجيب برايمل مسلا ستاشة انا 34 اجيب برايمل ليه وعن طريق القيوب بسي ار اه بالبقى بالفلوريسنس وكده اعرف بقى قد ايه هو ال اكبره طبعا هو اعرف قد ايه موجود المايكرو ار انا فانا ممكن اعرف قد ايه المايكرو ار انا بسهولة. تمام. يبانى المايكرو ار انا وظيفته ايه? البيوجينيزز قلناه في الاول. تعال اقولها تاني كده بسرعة. اذا البيوجينيزز بيجي الار انا برمريز اتنين يوم يعمل ايه? يوم عامل ايه? ترانسكريبشن للمايكرو ار انا. مايكرو ار انا في الاول بيبقى اسمه برايمري مايكرو ار انا. وبيبقى كزا كبير شوية. يجيلوا اه اسمهم حاكتين اسمهم دي جي سي ار تمانية ودروشة يعملوا Vilta. اول مايحيط يتحول ليبري كورساا مايكرو ار ار ني ده يوم طالع من من بن ير انا بري jeden اهم بتاعي يجيلوا اسمه دايسر يعملوا تاع كمان يشير حتة منه ويحول دوبل ايه؟ يا ال بدون بروتين؟ مع الماغela دايسر يعملوا حاجة اسمها الريسك داك يا شباب؟ يروح يعمل ايه يروح يضرب المرنة يعمل له قط ويعمل ايه يعمل قط للمرنة ويوقف الـ يبقى بيعمل حاجتين يعمل عن طريقه نوعه بيوقف المرنة ممكن يضرب ويوقف الـ بتاع الترانسلتشن زي ما قلنا عن طريقه نوعه بيعمل ايه بيوقف الانشيشن فاكتور ربعة ويوقف الانشيشن فاكتور ربعة اللي كان بمسؤول عن فوقف الترانسلتشن وترانسلتشن ده اسمه ده اللي بيعمل الماكرو انيه وده بيعمل بيدخل في جير ريجيوليشن ريجيوليشن وفي جير نكسي بريشن تمام اه بيستخدم في ايه بقى الكلام من ده قلنا بيستخدم اه حاكينا نفس الكلام قلنا الرسمة دي مهمة انه هو ممكن حصل لو في دي ايه دامج بيطلع بيستخدمه انه هو بسرعة يخلي مايكرو ارني يطلع المايكرو ارني يطلع يوقف البروتينات اللي بتعمل ايه البروتينات اللي مسؤوله عن الانكوجين يوقف ترانسلتشن يوقف ترانسلتشن بسوي يوقف الجينات المسؤوله عن احنا كن حكيناها كلها كل الجينات المسؤولة عن الانكوجين المسؤوله في اي بسوي يوقفها وقف الجينات دي كلها يبنى كده وقفت ايه الابنوماسلتشن في ايه فده حاجة اوه الحاجة التانية ان انا ممكن اعمل ايه الحاجة التانية ان لدينا ان في ميكرو ار انا دي بتروح تعمل للجينات اللي بتعمل الي بتعمل يبعد اسمها تانية تانية بتروح تعمل اسمها ايه دي يابده انكوجين وزي بنا عندي كده حاجة اسمها او تيومر سبريوسور جين ميكرو ار انا زي ادى كمس امسيلة وقال لك ان مايكرو ار ايه واحد اشين ده مسلا بيوجود ده انكوجينيك مايكرو ار ايه بيوجود في كانسر لانج والبريست بيبعي عالي وكزلك المية خمسة خمسين لانج كانسر ولينفومة وكزلك الواحد اشين كانسر لانج تاقل اللي هو هات سبعتاشر ده بوجود في والبانكرياس والكلون وفي العكس تيومر سابروس ومايكرو ارن ايه زي الماكرو اربعة وتلاتين وخمستاشر وحكيد بتبقى قليلة في الامراض دي بعد كده قال لك انا كمان استخدمتو في الابليم مش في كمان مش في كده بس انا استخدمتو بعد الكل ده خلانا استخدمو في البياض كبايو ماركر بايو ماركر فور دياجنوز وبرو جنوز وكلاسيكيشن دياجنوز ازاي انا قلت لك ان في لاو في كانسر مثلا لانج بيما يقول عن اني واحد عشرين يعني ممكن يكوين بيعمل ايه كانسر واحد عشرين في كانسر ممكن بيروح يعمل سايلسينج مثلا اللي يجين آآ بيعمل تيومر سابروسور راح وقف في الحاجة اللي بتعمل تومر سابروسور. عمل صايل لسينج وقف الحاجة للمرء اللي بيطلع بروتين بيعمل يوقف في البروفريش فكذا. رح وقف في الجينات اللي بتعمل ابوبتوزيس. فلما وقف الجينات اللي بتعمل ابوبتوزيس. ساعة فحصلش ابوبتوزيس فالخلاقة ما ماتتش فعملت كذا فحصل قنصة. ده اسمه انكوجين. طب التومر سابروسور جين بقى او في الحاجة اللي بتعمل صافيح اللي بتعبقى عمل بروتينات اللي بتمشي او اللي بتوقف ابوبتوزيس. يعني هو وقف اللي بيوقف ابوبتوزيس فحصل ابوبتوزيس فماتت الخليجة فما حصلش قنصر. فدا اسمه ابوبتوزيس. أكيد مركب جين بقى وده عالف ده وده عالف ده. طب ده لو عالف يريد. طب انه طب وان لقوا فيها ده وطب تقولها فبزق يستقدم كمان في الحاجات. طب يستقدم في العلاج انا انا امسك مايكرو ار ان ايه بتعمل اونكو جين ومايكرو ار ان ايه بتقلل طب ما انا ازود دي وقلل دي اعمل اي حاجة كده علاجة ازود دي وقلل دي. ازود او انا ممكن اصلع من عندي ان ايه تروح تعمل ايه للتيومر والجينات اللي بتعمل تويومر ووقف الجينات دي. بيقعدوا يلعب كل ده طبعا ماركر ده استخدموا بدأ ارحاس عالي كتير. انما كتريتمنت ده فيه شوية فيه لسه يعني معوقات ولا خير ان انت اعرف ودخل بقى في لسه ما ايه ما يعني ما لسه ما فيش حاجة في الكتب ما خدناش لسه في الكتب ان علاج مرض معين مسلا سرطان معين انها تدينوا ما اكل ارنية لسه ما كتبتش في الكتب بس هي اندر تراين وزي ما قلنا برضو ان سهل ان انت بتعمله في المعمل مع حاجات المعملية دي بسيطة خالص عادي خالص ارنية استراكشن بالكتسي تعال ارنية تحاول ارنية دي ارنية ايه بريفيرس تنسيك تسع عادي في البي سي ار البي سي ار هتا هتا لما عملت ارنية استراكشن جمعت كل ارنية هاجي انا بقى اعمل ايه اجيب حاجة البي سي ار برضو كيو بي سي ار ار اهم جاي نكبر الحتة اللي هشتغل عليها مايكرو ارنية ويبقى انا كده كبرته عن طريق في البي سي ارنية زي البي سي ار العادي كبرت مايكرو ارنية ده بس بقى عاني شوية مية فيهم مايكرو ارنية دول اعيسهم بقى كتير قليل برضو بالكيو بي سي ار احنا بشرح لكم ان شاء الله كيو بي سي ار يوما ما بازن الله اعرفكم ازاي بيعرف يعد ان في مسلا ال مايكرو ارنية او ال دي ار او بيعرف عد ازاي ازا كان في فيروس ولا مش فيروس المهم ان الكيو بي سي ار بيعرف يجيب الكلام ده عملت حاولت ارنية اجيبت برايما للمايكرو ار 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 اي ايه مسكت المايكرو ار ار اي ايه بعرف إذا كان في كتير ديت يعني عمحاس كتير طلعت عليها خالص. انما لسه كتريتمنت لسه كتير. الله المستعان ربنا يقدر الخير وكل السلامة طيبين وكل السلامة الله خير والسلام عليك برحمة الله وبركاته.